أبدأ معك أستاذ رامي كيف يمكن الحديث عن الأهمية العسكرية للهجمات على كييف خصوصا أن كييف بعيدة عن محيط العمليات العسكرية الدائرة بين موسكو وكييف بالفعل من وجهة النظر الجغرافية تقع كييف بعيدا عن مصرح العمليات العسكرية ولكن فعليا روسيا تشن درابات تقول أنها تستهدف مخازن أسلحة ومواقع البنية التحتية للطاقة الأوكرانية في كييف ومحيطها منذ أكتوبر الماضي وقد بدأت هذه الدرابات بالتزامن مع الاستهداف الذي ترى روسيا أنه نفذ أوكرانيا لجسر الكرم الرابط بين شبه جزيرة الكرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 وروسيا الكرية وحينها حوين الجنرال سيرجيس سورفيكن قائدا لمجموعة القوات الروسية في أوكرانيا والآن هناك حالة من الهمود حول مصيره بعد تمرد فاغنر ولكن هذا هو الأسلوب المتبع منذ أكتوبر الماضي ولكن اللافت هذه المرة أن هذا الهجوم نفذ لأول مرة منذ 12 يوما أن تستخدم روسيا مسيارات لاستهداف كييف وبذلك هذا أول هجوم من نواه بعد تمرد فاغنر والذي تمكنت روسيا من احتوائه بعد مغادرة مؤسس الشركة العسكرية الخاصة إفجيني بريجوشن إلى بيلاروسيا واحتباء الواقع من دون أن تتصاد هدة الخلافات في الداخل الروسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر